كالغيث أينما تحل تنفع وحيثما تكون مجروحا تجدها تضمد وتداوي ففي كل الأوقات وفي مختلف ظروف تتأكد محورية دور مصر الرائد في المنطقة بشأن كل قضاياها وأزماتها على كثرتها وفي القلب من ذلك القضية الفلسطينية التي تؤكد مصر بشكل متواصل على مركزيتها في المنطقة العربية والشرق الأوسط باعتبارها أساسا لحل أزمات أخرى مع تعرض قطاع غزل عدوان إسرائيلي غاشم والضفة الغربية لتوترات بلغت حدتها دركة غير مسبوقة كانت مصر في الصدارة كعادتها عبر جهود دبلوماسية لطالما أثرت إجابا في مسار كل ما يتعلق بالقضية الفلسطينية من أحداث وتطورات إذ أجرت القاهرة عبر مختلف القنوات الدبلوماسية اتصالات بالجانبين وطالبت الجانب الإسرائيلية بوقف العدوان ضد الشعب الفلسطيني الصامد في نعكاس واضح لقوة موقف مصر وجهودها التي لقيت إشهادات دولية لا سيما في ظل خبرات مصر السابقة التي لا بدل عنها في هذا الإطار تحديدا الإطار الإنساني المصري في التعامل مع الأوضاع الحالية في غزة كان حاضرا بقوة وسط استهداف الاحتلال الإسرائيلي المدنيين العزل بشكل مكثف فجاءت توجيهات القيادة المصرية ممثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي بفتح المستشفيات المصرية لاستقبال الجرح والمصابين من قطاع غزة وتنصيق مع الأشقاء الفلسطينيين للوقوف على احتياجاتهم وتلبيتها لتسخر هيئة الإسعاف المصرية إمكاناتها كافة لصالح نقل المصابين الفلسطينيين من معبر رفح للمستشفيات بالتوازي مع استعدادات سلطات المصرية بالمعبر البري لإدخال قافلات إغاثية وإنسانية تشمل مستلزمات طبية وأكياس دم ومعونات غدائية وغيرها من المؤنة فضلا عن أطباء متطوعين للدخول لقطاع غزة للمشاركة في علاج الجرح من الأشقاء الفلسطينيين بالمشافي الفلسطينية رغم أن ما تدعم به مصر الأشقاء في فلسطين ليس بجديد عليها سواء أكان عينياً أم معنوياً وعلى الأصعادة كافة لكن مواصلة هذه الجهود تضحض أي ادعاء يزعم تغير الموقف المصري إزاء قضية فلسطينية عادلة ذات حقوق ومطالب مشروعة تذكيها دماء طاهرة سالت على كل شبر من أرض دولة فلسطين التي تؤكد مصر دوماً أنها كانت وستبقى عربية